اللهم صلى عن النبي هنا كنت شرية وركين صبحين وجايبة نص كبد وقوانص وكده وهنا في بصلاية عليها ملح وفلفل وبابريك وهنا بطاستاية قطعة شرايح بس شرايح تخينها شوية علشان ايه هعملها ايه نيف نية كده من غير طماطم هنا ده يعني ده اللي عندي اللي عرف هحط فيه يعني ايه كمية صغيرة دي بصل نقطة بسيطة بس زيت مساحي بها الصينية وممكن لو مش عايزة عاد هنا عشان البطاطس تشرب من الخلطة وكده فبحطها في بعض يا كده كده هتشرب منها بس شفته يعني عريضة شوية بساط يعني مش منها شرايح رفيعة خالص ليها تستحن هنا كنت رصتها وهبدأ بقى احشي الفراخ او الوراك اللي عندي جوة يعني عشان انا بصور بايد واحدة يعني فبوريك هحشيها كلها من جوة كده هتبس هتبسها من جوة ايه بالخلطة دي والله هيتفضل هحطه ايه زي كده اللي بيتفضل حطيته ايه في الجناب وعليها وكده اهو يعني خدتلي برضو جمية حلو وكدت كله ما تبقى في الفرن وببص عليها وبحط لها مثلا ايه كباية مية كباية مية بس عشان انا بابقى عايزها بسوس زي كده عشان اطفال بتشرب عليها الشربة دي يعني بحطولها عليها مثلا روز مش عارف ايه احنا ذات نفسنا بنحبها يعني هي هتطلع يعني معاك طعمها جميل ده وصفت بقى اجدادنا وستاتنا والحاجات دي اللي هي خير زمان بقى من غير المكونات الغريبة وبهارات مش عارف ايه هي باسم الله ما شاء الله طلع طعمها زي العسل وبالف هان علينا وعليكو اشوفكم فيديو تاني